أبدأ مع حضراتكم بالأخبار سريعا معنا بعض الأخبار اللي لازم تكون معنا في بداية الحلقة محمد صلاح يقضي أجازته بالتجمع الخامس مع أسراته محمد صلاح بعد ما رجع أكيد من روسيا بدأ أنه يخرج ويتفسح ويشم هوا بعد ما كان شفنا كلنا كان مكتائب في روسيا لكن إن شاء الله خير في بداية موسم جيدة مع فريق ليفر بول تقارير مغربية مصر تفاود رينارد يا رب كلنا نتمنى ذلك مداري محترم عنده اسمه تاريخ كبير في الكرة الأفريقية سعد سمير وتصريح خسرنا أمام السعودية بسبب الإجهاد يعني ما عنديش رد أقوله بصراحة على موضوع الإجهاد الإجهاد كان موجود في مباراة روسيا لكن روسيا والسعودية الاثنين أعتقد أنه دي يعني كلام محتاج وقفة محتاج كلام كتير للجهاز الفني والجهاز المعاون خبيل يمريب اليقى البدنية كلام كتير جدا خاص بالجزئية اللي تكلم فيها سعد سمير جريدة ذاسان البريطانية تبرز وفاة عبد الرحيم محمد أو الكابتن عبد الرحيم محمد بعد صدمة الهدف الثاني للسعودية في مرمى مصر ربنا يرحمه يا ربه يجعل مثواء الفردوس الأعلى من الجنة بيتزي مدرب السعودية يمدت تعاقده مع المنتخب السعودي حتى كاس أسيا 2019 طبيعي جدا لما يفوز على منتخب باسمه منتخب ومنتخب عنده لعبة وحريفة على أعلى مستوى وأقوى الأمدال الموجودة في العالم لازم طبعا يتم تجديد عقده حتى كاس أسيا 2019 أما مدرب باناما أتكلم سندافع عن شرفنا أمام تونس منتخب تونس منتخب عربي شقيق في آخر فرصة في الحصول على أي نقطة في كاس العالم مباراته أمام منتخب باناما منتخب باناما منتخب مش قوي لكن منتخب مش سهل وفرصة منتخب تونس أكيد كبيرة لكن طبعا بتتوقف على حالة قعبين في يوم المباراة وطبعا تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية تكثف دعمها للمنتخب الإنجليزي منتخب إنجلترا عنده مواجهة بكرة هي دي المواجهة المرتقبة والحاسمة للمنتخب الإنجليزي أمام منتخب بلجيكا منتخب إنجلترا لو قدر أنه يحقق نتيجة إيجابية في صالحه كده نقول للمنتخب إنجلترا هو ده المنتخب المرشح لكن في اللقائين لقاء تونس ولقاء فانما مش نقياس تماما للمنتخب الإنجليزي مدرب المكسيك الخسارة من السويد درس عظيم منتخب مكسيك قدر يكسب بطل العالم ألمانيا وبالتالي بيكسب أيضا في المباراة التالية مباراة كوريا لكن بيخسر أمام السويد بتلت أهداف السويد تستحق إنها تكون موجودة في المركز الأول بعد الظلم اللي تعرضت لها في مباراة ألمانيا وكمان قبل إحرازها للهدف الأول تعرضت إلى ظلم في عدم احتساب ركل الجزاء في تقنية الفار ده أنا شايف إنها ملهاش أي لازمة بدام هي في الأول في الآخر الحكم بياخد قرار اللي هو من قراره من البداية وأخوة كيم لوف ألمانيا تستحق الخروج يعجبني جدا مدير فني يكون مدرب كبير زي أخوة كيم لوف يتحمل المسئولية ويتكلم على فريقه حتى لو هو وحش حتى لو هو السبب في خروج فريقه حتى لو الفكر اللي بيلعب به فكر لا يتناسب مع مونديال روسيا 2018 لكن هو مدرب أكيد كبير وبطل لكأس العالم في نسخة 2014 وحامل اللقب قياسي لكوريا الجنوبية بعد قهر ألمانيا هدفين قابل لشيء أوليفر كان قميس ألمانيا ثقيل على اللاعبين طبيعي جدا إحنا بقينا نشوف لعيبة لا تستحق الوجود مع منتخبتها أو اللاعب دولي مختلف عن المحل فيه لعبة محلية كبير قدم مع اللاعب الدولي ليه اللاعب الدولي ليه مواصفات معينة لازم بيكون موجود عليها لشيء شارك في منتخب بلد وهنتكلم أيضا على ألمانيا لما نيجي للفقرة اللي في ان شاء الله استقبلها الضيوف الأعزاء علشان نقول لابد خساري ألمانيا وخرج من مونديال روسيا 2018 وارفة حاد المانيا لما نفض إثقانة في اللوفي احنا عرفت نكي نفض إثقانة في 2020 وبالتالي بعد اليورو القادم إن شاء الله لكن هو ده الاستقرار هو ده الرؤية هو ده يعني الشغل الصح لأي منتخب عايز إن هو ينجح ويحقق اللي هو عايز يحققه من بطولات في قررته أو على المستوى العالم ساميخ ديرا يتحصل على خيبة ألمانيا ساميخ ديرا من الأسباب اللي ظهر بها المستوى منتخب ألمانيا إن هو ضعيف نص ملعب ألمانيا كان متأثر بشكل كبير بسبب وجود ساميخ ديرا وطانيك روس اللي اتنين ما ينفعش إن هم يلعبوا جنب بعض ساميخ ديرا 31 سنة طانيك روس 29 سنة اتنين لعيبة كورة فبالتالي لازم يكون موجود واحد يعرف إن هو يعمل دور كاسيميرو اللي بيعمله مع طانيك روس في ريال مدريد وللأسف ساميخ ديرا واحد من أسباب تظاهر نص ملعب منتخب ألمانيا في كأس العالم يعني الأمن ينقذ مسعود أزال من مشجع ألماني غاضب مسعود أزال مستويات ضعيفة بيقدمها في بطولة كأس العالم وأنا عندي وجهة نظر فنية إن اللاعب لما يكون عنده معنى دي عدم استقرار فني في المستوى وتظاهر فيه النتائج وعدم موجود أي طموحات لفريقه معرفين إن أرسنل بعيد عن بطولة الدوري حتى في اليوروبا دي خرجت من أمام أتلاتكم مدريد في الشامبينز ليج الموسم اللي جاي مش موجودة فبالتالي ده بيانعكس على مسعود أزال في بطولة كأس العالم وبالتالي كان فيه غضب من المشجعين الألمان اللي الأمن أنقذ مسعود أزال من غضبه وأكل بالي مدافع السنغال أفريقيا بأكملها تدعمنا في المونديال عندك حق يعني إحنا كواحد من قارة أفريقيا فخورين بيئة المنتخب السنغالي وفخورين بما يقدمه اللاعبون من مستوى جيد ومن أداء رائع فوز وتعادل في انتظار إن شاء الله الفوز التاني ليكم والضمان بالنسبة 150% للصعود إلى دور 16 لأن منتخب السنغال بالجيل الحالي أستحق أنه يكون موجود فيه دور 16 فيه مونديال روسيا 2018 أما مدارب الدنمارك سنواجه أفضل منتخب فيه المونديال يعني نشوف بقى منتخب الدنمارك هيقدر أنه هو يعمل حاجة فيه دور 16 ولا لا يعني منتخب الدنمارك شوفنا مباراة سلبية تماما أمام منتخب فرنسا وبالتالي هما الاتنين صعدوا هتبقى مواجهة أكيد قوية جدا للمنتخب الدنماركي أما صحف كرواتيا تشيد بالعلامة الكاملة وتحذر حارس الدنمارك كرواتيا والدنمارك مباراة نارية مباراة قوية جدا منتخب صاحب العالمة الكاملة تسعة من تسعة وبالتالي الدنمارك عندها أكيد استراتيجية لعبة معينة ممكن تجبر المنتخب الكرواتيا أو تستفز المنتخب الكرواتي أنه تدفعه إلى الهجوم ويستغل الاندفاع الهجومي لكن أعتقد أن كرواتيا واحدة من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم أتكلم على المستوى الذي ظهروا به لكن لا أعلم إلا هيبقى موجود فيه مباراة الدنمارك زي ما احنا قلنا كل حاجة بتبقى وقفة على مستوى اللعبين خلال اليوم بتاع المباراة أما حارس فرنسا لا يوجد لاعب قادر على إيقاف ميسي ليونال ميسي أكيد واحد من أعظم اللعبين اللي جم في تاريخ كرة القدم وبالتالي شفنا كلنا تقلقه في مباراة نيجيريا وإحرازه هدف أول رائع وأن معظم الوقت كان مترائب من أكتر من اتنين لعيبة للمنتخب النيجيري ميسي مشكلة على كل الفرق مش بس مع ضد فرنسا أو ضد نيجيريا ونفس القصة رونالدو من أعظم اللعيبة اللي جم في تاريخ العالم وبالتالي هنشوف مباراة قوية جدا ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني أما رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني يهني الأرجنتين بالتأهل إلى ثمن نهاي مندياد روسيا ليه بقى رئيس الاتحاد الفلسطيني لو نفتكر حضراتكم أنه كان فيه مباراة ودية لمنتخب الأرجنتين كان فيه طلب من منتخب الكيان الصيوني أنه يتم دعوته إلى فلسطين للعب في فلسطين وبالتالي الأمر اللي رفضه لونالدو ميسي شاف نوع ما ينفعش أنه يكون سفير لحاجات كتيرة جدا سفير النواية الحسنة وسفير كتير من المنظمات العالمية لليها أزيحو الإنسان وزي طبعا مؤسسة الطعام العالمية أنه يكون موجود مع فريق أو مع كيان لا يتناسب مع شروطه أو مع كونه لعب كونه قدم وعنده أطفاله وهو في الأخير الإنسان فالأمر اللي تم رفضه من البداية وفلسطين بقى من ساعتها يعني بتقدر ميسي جدا وعشان كده رئيس الاتحاد الفلسطيني أكيد بيشكر ميسي ويهن الأرجنتين إلى تأهل الأرجنتين إلى تمن نهائي مونديال روسيا خلاص